بل أنا أظن أن هذه من أهم التقنيات اللي يجب أن يستصحب الإنسان دائما في تعامله مع ملف الشبهات ملف الإشكالات ملف السؤالات اللي هو قضية المحكم المتشابه قضية المحكم والمتشابه يعني خلنا ننطلق في تأصيل هذه القضية من خلال ملاحظة قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولنا آمن به كل من عند ربنا طيب الجمالية المتعلقة بهذه الآية وهي مطبقة ومفعلة في خصوص ما يتعلق بالوحي وخطاب القرآن الكريم وإن كانت مفعلة ومطبقة فيما هو أوسع دائرة من ذلك بكثير حتى فيما يتعلق بالشأن الدنيا حتى ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية أن الإنسان يكون في نفسه جملة من محكمات جملة من محكمات ثم يعرض له أمر يسبب عنده قدر من الاشتباه ليس من المنطق العقلي أن يهدم الإنسان هذه المحكمات المستقرة القائمة في نفسه بناء على هذا الوارد الذي يدرك أنه شبهة وإشكال ليس هذا موقف عقلاني بل الموقف العقلاني أن يسعى الإنسان في محاولة رد ذلك الأمر متشابه لينسجم مع ذلك الأمر المحكم الموجود في نفسه وهذه القضية يعني يتفطن الإنسان من خلالها إلى قضية مهمة جدا في التعامل مع شبهات والإشكاليات أن أولا هو ليس مكلفا للدراية ومعرفة وجه الجواب على كل شبهة والإشكالية ترد عليه لأن حزمة الشبهات والإشكاليات والسؤالات ترى هي لا تتناها ومقدرة الإنسان عن الملاحقة ما يتعلق بالجوابات يتناها وليس من المقبول أو المعقول مثل ما ذكرنا في الركادة الفكرية أن يترحل الإنسان مع كل شبهة مع كل إشكالية معينة يحتاج الإنسان أن يكون عنده أصول محكمة معينة مستقرة ثابتة في نفسه حتى لو ورد عنده شبه معينة يقول في نفسه ترى حتى لو لا مدري إيش وجه جواب عن هذه شبهة والإشكال فلا أستطيع أني أهد هذه الأسوار هذه الأبنية الكبيرة الموجودة في نفسه لمجرد هذا الوارد الجديد في مثال على هذا الشيء يعني أمثلة متعددة وكثيرة يعني يخذ مثال مثلا من الأمثلة مثلا في مجال عدالة صحابتنا بصلاح الله عليه وسلم أخذ الموذج عمر يعني لا يوجد الدائرة السنية من لا يعظم عمر الخطار رضي الله عنه وأرضاه وهذا التعظيم ناشئ من جملة من المحكمات الشرعية المتعلقة بعمر الخطاب عندنا أدلة كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرجل يقال له عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه طيب خلاص ابتنيت هذه القضية واضحة وقناعة ثادثة ومستقرة في نفسه بشكل كبير جدا ثم يوم الأيام مثلا قرأ حديثة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديثة الرزية حديثة عبد الله بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم توني بدوات ونقرطاس أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده أبدا فقال بعض الصحابة هل أمو يعني يجب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي طلبه وقال عمر الخطابة ما تروا النبي صلى الله عليه وسلم موعوك حسبونا كتاب الله ثم زاد اللغط عند النبي صلى الله عليه وسلم بين حزب يرى يعني شفقة بحال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكلف مثل هذا الأمر وفصيل آخر يرى الإذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تعالت الأصوات فيما يتعلق بهذه القضية قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اخرجوا عني فما ينبغي عندنا بي اختلاف فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه واردك لم يذكر هذا الحديث حديث الرزية الخميس يبكي ويقول الرزية كل الرزية ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة كتاب عندما كان يتمنى أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب طيب بعضهم قد يحاول أن يدخل بالغمز على عمر من هذا الحديث وما بدخل الحين في جواب التفصيل متعلق به لكن الموقف العقلان اللي يريد التنبي عليه أنه لا يصح للإنسان أنه يطرح كل تلك الدلالات المحكمة اللي بتونيت في نفسهم ما يتعلق بفضل عمر الخطاب لحديث لم يعرف تفسيره وشرحه ويستطيع الإنسان بسهولة أن يرجح إلى شرحات مثل هذه الكتب فيطلع من خلالها على ما يتعلق بجواب مثل هذا الشوال وهذا فقاعدة المحكمة المتجابة قاعدة جيدة يستثمرها الإنسان حتى في شأنها الحياة اليومي يعني إذا أنا عندي قضية يقنية ومستقرة في نفسي بدلالة معينة فليس من المقبول أني أطرح هذه القضية اليقنية لمجرد خاطر الخطر في نفسي أو قضية ظنية معينة ليست دعوة للطراح التفتيش عن تلك القضية الظنية كيف يحل الإنسان ذلك الأمم متشابه لكن تأكيد لقضية الركادة الفكرية وتأكيد إلى موقف عقلاني أن القضايا اليقنية القضايا المحكمة الموجودة في النفس يحتاج للإنسان أن يعطيها حقها يعطيها مقابل